تطبيق يساعد الصمة وضعاف السمع المكسيكيين على التواصل بسهولة مع الآخرين استوحت فكرته طالبة العلوم المتفوقة إستريلا سالازار البالغة من العمر 17 عاما من شقيقتها الكبرى بيرلا التي ولدت بخلل نادر يؤثر على القدرة على الحركة والسمع وأجريت لبيرلا البالغة من العمر 25 عاما أكثر من 10 جراحات تبعتها سنوات من العلاج الطبيعي وأخترتها مدرسة للغة الإشارة أنها لن تتمكن من تعلم الإشارة بسبب حالتها وقالت إستريلا إنها سألت نفسها بعدما شهدته من تمييز ضد بيرلا ما الذي سأفعله لمساعدة أختي وهو ما دفعها للبدء في ابتكار تطبيق لتوصيل المتحدثين بلغة الإشارة المكسيكيين بمستخدمين لديهم القدرة على السمع مما يسمح للناس بالتنقل بين لغة الإشارة والكتابة والرسالة الصوتية أو العكس وشكلت إستريلا مجموعة من حوالي 90 مشاركا بينهم ناطقون باللغة المحلية ومترجمون لتطوير التطبيق الذي تأمل في إطلاقه هذا العام وفي الشهور الأخيرة بدأت الأسرة تتعلم لغة الإشارة مع تحسن قدرة بيرلا على الحركة ونشأت إستريلا في بلدة للطبقة العاملة قرب مكسيكو سيتي وكان تفوقها الدراسي سببا في تخروجها من المدرسة الثانوية قبل ثلاثة عوام من زملائها كما تقول والدتها ويقدر عدد الصم وضعاف السمع في المكسيك بحوالي أربعة ملايين وستمائة ألف فرد وفقا لجهاز الإحصاء المكسيكي ترجمة نانسي قنقر